بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة الاعتيادية الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية بتاريخ اليوم الثاني من نيسان عام 2023 شهدت الجلسة استضافة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة أهم احتياجات المحافظات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر إقامتها نهاية العام الحالي وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الساد المحافظين بإيلاء الأهمية لمبادرة ريادة الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم والتي باشرت الحكومة بتنفيذها الشهر الماضي المقررات استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الأولى للجنة العليا للمياه وما صدر عنها من توصيات تقرر ما يأتي أولاً إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها وزارة الموارد المائية اثنياً تشجيع الفلاحين والمزارعين لاقتناء منظومات الرية الحديثة بالتنسيق مع وزارة الزراعة أربعة تخصيص قوة أمنية تتولى مساعدة الجهات القطاعية المختلفة لتنفيذ رفع التجاوزات على مجال الأنهر كافة خمسة قيام المحافظات بدعم مشاريع وزارة الموارد المائية الخاصة بتنظيم وتطوير الري ستة الحد من تلوث مياه الأنهار من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات الصلبة في مجاريها سبعة اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة أيضاً وبهدف تنفيذ خطة الحكومة الخاصة بتأهيل وصيانة الطرق وبما يسهم في فك الاختناقات المرورية تقرر قيام وزارة المالية بتقديم جداول بالمبالغ المرصودة في حساباتها والتي تتعلق بمبالغ رسوم صيانة الطرق والجسور في المحافظات أيضاً وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم شريحة المتقاعدين والتي تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي تقرر منح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان في المدن الجديدة بالمحافظات وتم التصويته على الالتزام بنص المادتين 33 و34 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بشأن عدد معاوني المحافظ والحيئة الاستشارية له تمديد عمل لجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 لثلاثين يوماً شكراً شكراً